كشفت مصادر ألية عمل إسورة تطمن ثكية التي تعمل على تنبيه الشخص المشتبه بإصابته بفيروس كورونا في حال خروجه من مكان العزل المنزلي والعقوب المقررة بحقه حال القطع الاتصال بها وأوضحت المصادر أنه يشترط على المستخدم لتفعيل السوار فتح حساب في تطبيق تطمن لتفعيل خدمة عن طريق مشرفي المحاجر الصحية مضيفة أن السوار يستخدم لمرة واحدة لثلاثين يوما وأفادت المصادر بأن المستخدم لا يمكنه خطف التطبيق من جواله وأن القطاع اتصال السوار بالجوال أو العبث به يستوجب غرامة المالية تصل لمائتين ألف ريال أو السجن لمدة تصل إلى سنتين أو العقوبتين معا